اللي كان من المفترض أن يكون الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء الماضي لكن لحدوث بعض المستجدات في الوسط الرياضي تم تأجيله واليوم يتم الإعلان عنه عن موعد إقامته يوم الأحد القادم فهد جميع المخرجات الصادرة من هيئة الرياضة ومن قبل أيضا مع المستشار الأستاذ تركيا في الآون الأخيرة كانت كلها مفرحة وإيجابية بأمانة سواء مؤتمر صحفي أو خبر أو قرار أو تعيين جميع الخطوات المتسارعة التي تقدم عليها هيئة الرياضة ممثلة في رئيسها الأستاذ تركيا للشيخ أعتقد أنها أوجدت نقلة نوعية في التطوير المنشود خليني أقول التجديد والتصحيح ومن ثم التطوير لرياضة كرة القدم بشكل عام هذه الخطوات المتسارعة تؤكد بما لا يدعى مجال للشك أن هناك رغبة كبيرة من قبل هيئة الرياضة ومن قبل تركي الشيخ تحتيدا بالتنسيق أيضا المباشر مع اتحاد كرة القدم في لملمة كل الأوراق التي كانت مليئة بالأخطاء وبالشوائب وبالتجاوزات مؤتمر ربما يحمل في طيات الكثير من القرارات أو الإفساع عن ما تم الوصول إليه في الكثير من القضايا الشائك التي كانت محل نظر في الجهات ذات الاختصاص لكن في مجمل الأمر أنا أعتقد أن هيئة الرياضة في هذه المرحلة بدأت تنقل الرياضة السعودية إلى مرحلة تجعلنا كرياضيين نتفائل بالمستقبل بالنتائج المثمرة بصراح على كافة الصعود يعني لعلنا نتخيل فقط لحظة ما تعرض له الحكم أحمد فقيهي مساء هذا اليوم بسرعة البرق تدخل رئيس هيئة الرياضة وحل جزء كبير جدا من مشكلة لهذا الحكم فأعتقد أنه على مسافة كبيرة وقريبة جدا من الجميع سواء مسؤولين الأنذية التي اجتماع فيهم في اجتماع المصارحة أو من قبل اتحاد كرة القدم أو الأعاب المختلفة أو الحكام فهذا الحراك أوجد لنا صيغة عمل إيجابي واضع على أرض الواقع فنتمنى إن شاء الله تعالى تكون نتائج المؤتمر القادم مفرحة ونتمنى إن شاء الله تعالى نرى الرياضة السعودية تطور وتصل إلى المكانة الحقيقية والمرموقة اللي ننتظرها جميعا كرياضيين أيضا رئيس الهيئة اشتركوا في القناة